اهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج لقاء الرأي من الاطار المحلي السياسي البرلماني نخرج غليلا هذه المرة الى الاطار الاقليمي والامني وفق العديد من الاحداث والاخطار المحدقة في هذا المجتمع وفي هذه المنظومة الاقليمية والخليجية بشكل عام من خلال العديد من الاسئلة التي سوف نطرحها على ضيفنا اليوم في الاستوديو وهو الدكتور سامي الفرج رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية حياك الله دكتور معانا الله يحييك دكتور ندخل مباشرة الى الاسئلة في احدى تصريحات دكتور سامي الفرج يقول بان الوضع الذي نعيش في الكويت غير مسبوق وتدعو في السياق الى ضرورة تطوير استراتيجيات مستقبلية لاستيعاب الاحداث الراهنة والمستقبلية اولا ماذا يعني الدكتور سامي الفرج بمقولة الوضع الذي نعيشه غير مسبوق بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اكيد المواطن العادي حتى في اقل قدر من الفهم للأحداث المحلية الاقليمية يرى ان هناك نوع من حالة تمزق لسوريا وتمزق للعراق وتمزق لليمن وعندنا امور تتعلق بمجابهتنا مع ايران المجابهة الاقليمية وتأثير ذلك على القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالمجتمعات الكبرى فبالاضافة الى مجتمعات العربية الكبرى فبالاضافة الى العراق وسوريا هناك طبعا دور مصر الاقليمية الذي هو قائب الان بسبب المشاكل التي تعانيها مصر في حد ذاتها هناك امور تتعلق بالاقتصاد قضية التحول الى الاقتصاد الريعي النفطي الى الاقتصاد الجديد متعدد المصادر هناك تجربة تلاشي الشخصية الوطنية في ضوء العديد من المهاجرين خاصة المهاجرين غير المتجانسين مع مجتمع الخليج من الجنسيات الاسيوية وغيره هناك طبعا عدم فهم للقضايا البيئية عدم فهم للقضايا الاجتماعية المهمة مثل قضية التعليم وضرورة تخريج اجيال جديدة لتصدى كذلك طبعا كوضع بالنسبة للشخص عامل على في الشأن الرؤية الاستراتيجية لدولة الكويت هناك عدم فهم لما هو دورنا في الاقتصاد العالمي في تطوير الصين لطريق الحرير والذي حققت ان سوف يكنس كل هذه الصعوبات من امامه غيره يعني لن يعبأ بها فمن ثم قتالنا مع الايرانيين هو قتال حقيقة ان نقتل بعض من اجل لا شيء وتشابك المصالح الدولية انا منذ سنوات من بداية القضية السورية وانا اقول ان القضية السورية ليست في يد اللاعبين الاقليميين يعني احنا وايران وتركيا واسرائيل وانما هي جزء من اللعبة الدولية بين القوة الثلاث الكبرى امريكا وروسيا والصين وكما ترون الان امامكم كل شيء حل باللقاء وتلفون بين القوة الكبرى وليس بيننا احنا احنا نقتل بعض كل يوم في النهاية لن نفوذ لا نحن ولا الايرانيين نعم دكتور يمكن راح نتكلم عن هذه الجوانب على حد لكن اذا لخصنا المشهد الكويتي بشكل محدد هل نعيش فعلا في الكويت في مرحلة غير مسبوقة؟ طبعا احنا في حالة عدم فهم غير مسبوقة دليل على ذلك ان احنا منغمسين في قضايا الشؤون الداخلية لنا ولا نعب بالخارج يعني ما في احد يفهم ما هو معنى معركة الموصل يعتقدون ان معركة الموصل هي معركة ضد داعش واذا انتهت فهناك انتصار للدولة العراقية ولكن اي دولة عراقية الدولة العراقية التي نعرفها ولا قوة داخل الدولة العراقية قد تكون مهددة لنا نحن في ضوء الطموح الايراني فهناك عدم فهم لهذا هناك عدم فهم لان القضية في اليمن ليست قضية تقلبنا او وصولنا كما يقول تحرير صنعاء ولكن ما الذي سوف يحدث بعد تحرير صنعاء التحدي في اليمن تحدي تنموي عندما نتكلم عن سوريا الآن نحن نتكلم عن تنازع سوريا ما بين قوة النظام وقوة المضادة للنظام ولا نعرف ان سوريا الآن الاسرائيليين يقولوا لماذا نعيد الجولان السورية وقد ان بعد يعني في يونيو القادم سهل 50 عام على حرب 67 طيب دكتور انت تتكلم انا اتكلم عن عدم فهم عن عدم فهم وايضا هناك اخطار يعني محدقة في المستوى القويتي وفي هذا المحيط بشكل عام نحتاج من خلاله لتطوير استراتيجياتنا الدفاعية على الاقل لمجابهة اي خطر من المسؤول عن تطوير الاستراتيجيات الدفاعية في الكويت وهلية كافية يعني لا عندما نتكلم عن تطوير استراتيجيات اولا انت تحتاج الى يعني مثلا احنا دخلنا اليمن والان احنا سوف نخرج من اليمن او نجلس في اليمن نحن نريد ان نعود الى العراق اليوم لماذا نريد ان نعود الى العراق بناء على تقييم فعلي لما حدث لسياستنا الخليجيين نحن تئزاء العراق عندما نقوم باي شيء اليوم لا نقوم بما يسمى بالتحليل الاستراتيجي وهو معرفة حقيقة اين اجدنا واين اخطأنا قبل ان نقدم على وضع استراتيجية يعني هل تقوم انت بوضع استراتيجية بنكتيب لك ورقة كبيرة واقلام وتقول بنسوي تدي لازم تشوف ايش قاعد تسوي انت في هذا الموضوع سواء كان بالتعليم سواء كان بره بالعراق سوريا اللي تبقى وبعدين تحدد انت مواطن الخط هناك اساليب في التحليل الاستراتيجي يعرفها الضابط الصغير يعرفها المحلل الاقتصادي في بنك صغير يعني شاب صغير وغيرة ولكن على مستوى الدولة لا تعبى بهؤلاء اللي هم في يدهم القدرة على انهم يقومون بذلك الدولة عندما لا تعبى ليس لانه هناك توجيه من مجلس الوزراء لا تعبوا بهم انه الدولة هكذا الناس هكذا الكبير بس يستفرد في الصغير ولا يعطف فاذا هي منظومة مجتمعية غير صحيحة يعني شنك تقول دكتور احنا ما عندنا اساسا استراتيجية دفاعية على الأقل لمجابهة لا لا ما اقول انا تدي انا قلت لك الضابط الصغير يعرف كيف يقوم بهذا الشيء الضابط الصغير والمحامل لان هذا عنده صلاحيات انه 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 هو يوكل اولا هو يوكل بمهمة انه يقوم بتحليل المهمة التي قام بها يعني مثلا لما توكل القوات الكويتية او السعودية وقيرها ما الذي حققتموه في اليمن يستطيعون ان يقوموا بالتحليل هذا لانه هذه بذيهيات تعريب عندما يقوم واحد محلل اقتصادي في البنك المركزي وقيره شعب صغير او في البنوك الخاصة انه حللنا الاوضاع ويستطيع بنفس منظومات التفكير عرفت اللي هي نظريات يدرسها ولكن عندما لا يستخدم هذا التحليل سواء في المنظمة الاقتصادية او العسكرية او الامنية او الاجتماعية او قيرها في وضع قرار جديد لمواجهة المشكلة او الازمة او قيرها فهنا هنا يحدث الخطأ هذا لا يحدث الان في المؤسسة العسكرية والامنية لماذا؟ لانهم اذا قاموا بهذا بمثل هذا التهور فهم يضرون بانفسهم سوف يكونون الضعايا القادمين فالألم اللي يصيبك من عدم تطبيق هذا الشيء ألم حقيقة ما تستطيع انك تتحمله وهو مقتلك فتقوم بالتحليل الجيد عرفت؟ يعني ما تطلع راسك من الحفرة اللي انت عارف انه ما في احد يطلق عليك بينما بالنسبة للمنظومة الاقتصادية او الاجتماعية او البيئية عندما تقول للناس والله اذا انت مثلا على سبيل المثال اذا احنا بيئيا يعني اذا احنا قمنا تكرم ان قط وصخ في البحر راح يأثر على الثروة السمكية ما يحس فيه الألم ما يحس فيه فهناك تفاوت بين تطبيق هذا القطاع ولذا لكن اكبر القطاعات اللي تطبق مثل هذه المنظومات الفكرية يعني في التفكير والتحليل هي المنظمة العسكرية والامنية والاقتصادية طيب اذا تكلمنا عن الاقتصادية الدكتور يعني قلت بان قوتنا الاساسية في الكويت هي القوة الاقتصادية نعم يعني على ماذا يجب التركيز داخليا لحماية وتطوير القطاع الاقتصادي بوجهة نظرك طبعا الخلل الوحيد أنا بالنسبة لي احنا نعرف قيمة المال يعني ترادشنالي تاريخيا نعرف قيمة المال ولذلك لما تقول لنا نعرف وين نحط فلوسنا وين نشيلها وين نسحب وين نستثمر اكثر عندما تكلم عن هذا الجانب احنا يعني ليس في الامكان اكثر من ما كان عندما تكلم عن قضية استخدام للثروة النفطية في مجلس تعامل قليجي فانحنا استفدنا من الثروة النفطية اكثر من دول شقيقة مثل الجزائر ولا ليبيا ولا العراق وهي تنتج انواع من النفوط حتى افضل منها كيف استفدنا؟ احنا عندنا المؤسسات هذه المجتمعية القائمة الان عندنا توزيع للثروة عدل من الدول الاخرى يعني حالنا نحن وحال المواطن العراقي هذا الشتان ما بين حال المواطنين في الكويت ولا في السعودية ولا الامارات لكن في الوقت نفسها دكتور لم نبحث عن الطاقة البديلة طبعا انا اكلمك الان عن قضية توزيع الثروة انا ما اتكلم لك عن الطاقة البديلة هذا موضوع اخر لان انت كل ما تتكلم عن مثلنا لما تتقول والله احنا ما عندنا استراتيجي لا احنا عندنا طبقة طبقة من التفكير طبقة من المفكرين هذه النخبوية هي تعرف هذه المشاكل في كل قطاع من القطاعات ولكن هو انتشار هذه المعرفة على مستوى المجتمع يعني المعرفة بالاضرار البيئية موجودة عن الطبقة المعرفة بالاضرار الدفاعية والامنية موجودة عن الطبقة من المفكرين ولكن كيف تكون هذه معلومة مجتمعية يعني مثلا المواطن الطفل الصقير في كل مكان بالعالم الدول المتقدمة يعرف قيمة مثلا الإضرار بالبيئة عن طريق رمي المخلفات ولا قيرة ولا رمي علب الكوكفور وفق هذا المنظور دكتور داخليا هل قمنا بحماية وتطوير القطاع الاقتصادي أنا أعتقد أننا المفرطين فيه وهو اللي سيأثر علينا هي قضية الأفراد البشر هذا أكثر شيء فتكمل الكلام فيما يتعلق بالمال بحد ذات كماد شخصية نحن ما عندنا البشر اللي يستطيعون أن يقودوا اقتصاد في يكون يستطيع أن يواجه الاستراتيجية الدولية في تطوير خطوط التجارة أو نسميه الآن بطريق الحرير لماذا؟ عندنا 66 دولة الآن مغامزة في المشروع الأكبر في تاريخ العالم وهي طريق الحرير دولة الكويت تعتبر دولة رائدة في هذا الموضوع نفكرنا بطريق الحرير من عام 98 عرفت فعلا اليوم عندنا مختلفين سابقين العالم في هذا الشيء ولكن هل أنا عندي ناس موجودين في الكويت الآن هل هناك معاهد إذا كنا نتكلم عن طريق الحرير في أنه سوف يكون ربط للطرق وربط الخطوط السكك الحديد وغيرها هل عندنا مؤسسات تدرس هذا النوع من وسائل النقل اليوم ندرب الناس هل المجالات المتوحة أمام الشاب اليوم هي أنهم يروح كلية عسكرية كلية شرطة كلية حرس وطني ولا يروح للجامعة ولا يدرسي ولا جامعة خاصة ولا ما يبمجموع ولا يروح بالخارج أم هناك وسائل أخرى يجب أن أمور أخرى تتعلق بالاقتصاد البديل يجب أن نعلم وهل تم تنفيذه فعلا طريق الحرير مثل ما تفضل الدكتور نعم نفكرنا فيه من زمان لكن هل نفذ على وجه الواقع طبعا نحن بعيدين عن طريق الحرير الأصلي فأقرب طريقين للطريق الحرير الأصلي وهو سوف يعاد بناها هما دمشق وبغداد شوف هذول صحتين معركة إذا نحن عندنا كيف نرتبط باقتصاد الصيني عن طريق البرتش وال يعني التكنولوجيا الحديثة تكنولوجيا حديثة ما نحتاج إلى ربط ربط بري ولكن عندما تتكلم عن جسر اسمه جسر جابر ينطلق من الكويت الذي نعيش فيه إلى كويت جديد نسميه كويت المستقبل أو الكويت الجديد أو بسيقة المؤنث الكويت الجديدة فهذا الجسر ما لا معنى بالنسبة لنا إلا إذا بنروح نكشت في في شي سمونا في الصبية الجهة الأخرى في الصبية أو أوفق الصبية أو من تفقع أو غيرها ولكن هذا الجسر جزء من طريق الحرير الآن إذا بنينا خد سكة الحديد وكملناه من عمان إلى الكويت يجب أن من الكويت ينطلق على جسر جابر إلى العراق وإيران ولذلك نرتبط أنا شخصيا أؤمن بين الصينيين سوف يلجموننا كقوة إقليمية ويقولون لنا خلاص فكونا من هالسراعات إما أنتوا تكونوا موجودين أو غير موجودين تعرفت؟ لأن التحدي بالنسبة لنا هو أن هذا المنطقة الصير منطقة صراعات بحيث أنه طريق الحرير البري ما يستطيع أن يصل لها طريق الحرير البحري اللي راح يربط يصل من الصين ماراً بكل الدول ويرتبط بالهند وباكستان يجب أن يفكر يفكر الصينيون يأتون إلى صلالة وينطلقون على السككنا الحديدية واللي يتجاوزون عن طريق اليمن ولذلك اليمن بالنسبة لنا مهم اللي ما يعرف شنو قيمة اليمن وقضية الطريق البحري عبر البحر المتوسط إلى أن نصل بحر الأحمر البحر المتوسط إلى أن نصل إلى تركيا وأوروبا فإما أن نكون أو لا نكون فهذه المعضلة اللي هي نكون أو لا نكون هي مفسرة اليوم بأسلوب دفاعي بأسلوب أمني يعني حزب الله القاعدة داعش الخطر الإيراني ما أدري إيش ما حد يفكر بأننا موجودين بالسوق أو خارج السوق طيب لأ عشان ننجح في خطتنا هذه لازم نعزز يعني من الحماية الأمنية في الكويت على الأقل أو في الأقليم بشكل عام أو في منظومة الخليج العربية الإجراءات الموجودة حاليا لتأمين الأمن أو لحماية الأمن كافية دكتور بوجهة نظرك طبعا مثل ما تفضلت نحن لازم نحمي القاعدة اللي نحن فيها وهي المجتمع الخليجي والخليجي بتفسيره الواسع ويقصد فيه حتى كذلك إيران والعراق قلت لكم هم شركاء المستقبل فإحنا بدأنا بمنظوم الشراكة من عام 1998 الآن الإجراءات الموجودة نحن نعول كثيرا على الولايات المتحدة بأن نقول والله كان أوباما موجود والآن وصل ترامب سياسة مختلفة قبل أوباما كان بوش والآن نلعن عهد بوش لماذا تدخل في العراق ولماذا حدث شكل هذا الفراق الذي يضر بالمجتمع الخليجي بالأمة العربية إحنا ما عند استراتيجيتنا يجب أن تقوم على أن هناك مشكلة ويجب أن نكون مستعدين لمواجهة هذه المشكلة سواء جاء هذا الطرف الذي يسمى الولايات المتحدة أم لم يأتي ولذلك عهد أوباما عطا لنا فرصة عندما تركنا لقدراتنا في مواجهة ما فسرنا على أنه خطر قادم من اليمن الآن يجب أن نطور هذه القدرات إلى قضية البحث والتحليل لماذا هل إحنا نجحنا أم لم ننجح وإذا لم ننجح ما هي الخطوة القادمة وإذا نجحنا ما هي الخطوة القادمة فهذا التخطيط الاستراتيجي فأنا من الأشخاص اللي من 2006 وانا يقول في تطوير القدرات الإيرانية يجب أن نكون قادرين على مواجهة الإيرانيين بكل الوسائل في قضية وضع الاستراتيجية وضعت الاستراتيجية من عام 2010 كيف نواجه الخطر النووي الإيراني ولكن الآن عندما نتكلم يعني أنا سبيل المثال في المواطن في الخليج يقول أن والله السفن من طراز ايجيس اللي هي تذكر المدمرة كول هذه وظيفتها تنتشر في الخليج تصير دفاع منطقة كما هي منتشرة الآن في مضيق تايوان بين تايوان والصين يعني معناها صواريخ ما تمر فوقها يعني تطلق هي أكبر منظومة اسمها الاسم واحد باك واحد وباك اثنين يعني الرزمة واحد والرزمة اثنين وهذه الآن في ضوء قدرة عدم قدرة الولايات المتحدة الآن في التحليل ما قبل أي تجربة نووية كورية شمالية عفوا صاروخية كورية شمالية يراد بها اطلاق صاروخ باستطاعتها ان يصل الى الولايات المتحدة الامريكية تقرأ رأي الخبراء ترى ان هذه المنظومة قير صالحة اذا اخذنا بعين الاعتبار ان ايران النظام الصاروخ او البرنامج الصاروخ الايراني والبرنامج الصاروخ الكوري الشمالي هو واحد ولا يختلف والكوريين يقوموا بأجزاء منه يعني ان التجربة نفسها هي من الممكن ان تأتي نفس التجربة ونحن قير قادرين على مواجتها نظرية او حتى عن الدفاع ايوة فانت الان ماذا ما الذي امامك الذي امامك هو ان تنفق اموالك في البحث والتطوير مع الامريكان ليطوروا منظومة افضل اللي هي المنظومة القادمة الان هي لا زالت قيد التجربة فاحنا على طول الوقت طول الوقت نقول والله احنا نركن الى ان الولايات المتحدة لديها القدرات بانها تنشر المنظومة تلك المنظومة هذا مو صحيح فمعناها ماذا معناها انا لازم اعد مجتمعي لأي خلل في المنظومة على سبيل المثال ما بعد حرب تحرير دولة الكويت الكل كان يعتقد ان صواريخ باتريوت قادرة على حماية دولة الكويت من سكود على الاقل من سكود على الاقل هذا سكود المهلهل في ذلك الوقت الان في عام 2003 وشنو شفنا 16 صاروخ اطلقوا باتجاه الكويت منظومات اشتغلت لكن هل اعداد المجتمع المجتمع المدني الناس يطلعون بالشوارع يشوفون هذا احنا نحتاج الى اعداد المجتمع المدني ليس بس بالملاجئ وانا بالتخيل شنو الحرب الحديثة فاحنا اليوم لما يجينا واحد يستطيع ان يوصل بقرب سواحلنا سواحل الخليج على ناقلة في حاوية داخلها صاروخ يقف مثل هذا وينطلق حتى صاروخ سام عفوا سكود المهلهل يستطيع ان يصيبنا لا تنسى منذ اشهر اصابوا سفينة اماراتية وحاولوا اصاب السفينة تركية فاحنا يجب ان نكون واعين الى ما نشتري ويجب ان نفهم الخطر الامني الذي نواجه في الكويت هو خطر من ايران من العراق من داعش من منظمات اخرى ارهابية هذا الجواب راح نسمع منك دكتور لكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا فاصل ونعود حياكم الله مشاهدينا من جديد في لقاء الرأي دكتور سألتك قبل الفاصل الخطر الامني اللي نواجهه من ايران من العراق من داعش من بقية المنظمات الارهابية من من يعني نواجه هذا الخطر الامني وطبعا انت تحدد شنو القيم الاساسية لك على ضوء هذا يعني القيم الاساسية لك مثلا الاستقلال فانت التهديد مصدر التهديد ضد استقلالك تقدر تشوفه من التصريحات ومن الاعمال يقوم بها طرف على مستوى دولة عندما نقول والله هي مثلا حماية الشخصية الوطنية الكويتية فان كل واحد حتى لو من اهلك ييب هالفيز يبيعها بيع ويبها العالم هني فهذا هو مهدد لك وهو مهدد مو اللي جايينك يشتقلون عندك حتى الامكان داخليا طبعا هو هذا رجل اعمال اكيد واحد متنفذ يعني الثالث لما تتكلم عن والله ان الخطر هو على قيم المجتمع فالخطر يعني من عندك من الواحد اللي يقول لك والله فكونا من المؤخذة يعني منها الدين ومنها القرآن ومنها المدرشين هذا خطر ايضا هذا طبعا خطر ايوه فانت عندما تتكلم عن والله واحد يهدد قيمة الحياة عند البشر لانه لانه يحطقن بالاهنية ولا يطلق زهنة ولا سائل يحدث شيء ولا مصادر القذاء يسممها ولا غير الان مدام ما هو يهدد قيمة الحياة عند البشر الموجودين سواء كواتين ولا غير كواتين فانت تروح له مو مهم شو نتحط له من ديكور اسمه داعش اسمه قاعدة اسمه هزبالله يبقى خطر أمني يبقى خطر أمني فاذا يجب ان يكون مخك يعني متحرر جدا من هذه القوالب بحيث انت ما تقول انا معه او اتعاطف معه او لا انت ما تتعاطف مع خطر يهدد مجتمعك بأي بأي مستوى من مستويات اللي انا قلت ولكن الان احنا كما رأينا لا نجد مثلا خلايا تابعة ل خنقول للصين لا نجد خلايا مصرية لا نجد خلايا حتى لبنانية بحتة عرفت ولكن عندنا امامنا الان عندما واحد يضع على نفسه قبعة حزب الله فمن الممكن نحن نشوف خلايا مثلا من لبنان على سبيل المثال الان الخلايا مدعومة لان الداعم الرئيسي لمثل هذه الخلايا قريب جدا وهو ايران الاستخبارات الايرانية على وجه التحديد واستخبارات الحرس الثوري فاحنا الناشطين الان احنا لا نرى الان سلفية جهادية كما رأينا اخر شيء كان قضية تفجير مسجد الصادق وهذا تفجير كبير فاحنا يجب نكون همنا موجه الى حماية الحياة سلوان كانوا ارهابيين من داعش ولا ارهابيين من حزب الله هكذا يعني الخطر هو خطر ايا كان شكله ونوعه حتى ان توفر الان او لم يتوفر طيب مؤخرا على الحدود مع العراق دكتور شهدنا حالة من الاستنفار الامني جراء التجمعات التي حصلت هناك وهنا انا اتحدث عن قضية خور عبدالله وما حدث يعني بعدها لماذا ومن دفع وحرط هذا التوتر بوجهة نظرك هلو قصور من الجانب الكويتي ام انه شيء مدفوع من قوى خارجية اذا سلمنا اذا سلمنا بان مدفوع من جهة خارجية احنا لدينا القدرات وهذا فشلنا ان احنا نخلق لوبي في العراق لوبي مؤيد لنا هذول يتظاهرون ضد خور عبدالله كما يعتقدون الناس اخرين تظاهرون لابقاء العلاقة السلمية بين الكويت والعراق وتعزيز وشائج القربة والجوار لا ما عندنا هذا اللوبي ما أحدثنا هذا اللوبي شنو هالمحطات وهالإعلام وهالصعوب والدعم والدعم لازم يكون دعم دولة لا دعم دولة لا موجود الكويت تقدم الدعم لا لا دعم لللوبي لا لا دعم لللوبي يعني إذا هم سياسي عراقي يقوم بأي نائب مجلس بالبرلمان يعني يغطي حاجات ناس عادية بسيطة في العراق بالقليل من الدولارات بسبب مستوى المعيشة فيخرجون في مظاهرات ما عندهم وظيفة أخرى يريدون هذا الشيء يجب أن نكون واصلين عندهم بحيث أنهم لا يعرفون شنو دورنا معهم رغم أن الكويت كان لها فرصة كبيرة خاصة بعد سقوط النظام السابق في العراق وتحرير العراق كان في دور كبير للكويت وكان ممكن أن يكون هناك لوبي مثل ما تفضلت أنا أدعوك أنك تجلس بقهوة في البصرة وتسألهم شنو دور الكويت بالعراق ما يعرفون الطيب فيهم ما يعرف ليه متى إحنا نسوي كذي هذول لازم نتز بعيون كل واحد ضدنا أن هذا اللي تسوي دولة الكويت وأن المصلحة العليا للعراق هي في علاقة جيدة مع الكويت أو هذا ما تم تقديمه طبعا لا إنه يجي مصلحته يعني العراقيين ليسوا بأغبياء ولا أساسة هم أغبياء حيدر العبادي عندما تكلم رئيس حيدر العبادي عندما تكلم مع رئيس ترامب قال في المحصلة النهائية أنا حريص على مصلحة العراق يعني يعني إذا صار أي تشنج بين الولايات المتحدة وإيران مصلحة العليا بالنسبة لها مصلحة العراق والعراقيين وهو العلم ترى الساسة اللي قادوا العراق سواء كان السيد المالكي ولا السيد العبادي الآن كلهم كلاهما يعني يؤيدان هذه العلاقات السلمية ويعرفون دور الكويت مع العراق عرفت منذ حرب حرية العراق لكن في المقابل دكتور يبقى التهديد مستمر منذ عقود طبعا خاصة فيما يتعلق في الكويت والعراق ودائما هناك في كل حكومة تهديد للكويت دائما هناك تجمع وغيرة يهدد أمن الكويت رغم ما تقدم الكويت من مساعدات وغيرها ودعم مثل ما تفعلت شوف احنا في أفضل الحلول في رأيي راح تكون هنا مظاهرة ضدك بس مظاهرة معك احنا يجب أن نخلق هذه المظاهرة احنا لاحن ما سونا شيء بذلك احنا نعطي على المستوى العام لكن على المستوى الإعلامي نحتاج إلى سياسة مختلفة الآن طيب هل نحتاج؟ هذا خطر كبير هذا خطر بالنسبة لنا التقصير الإعلامي داخل العراق خطر علينا داخل العراق أو داخل الكويت تقصير؟ لا لا داخل العراق بالدعم من الكويت طبعا خطر إعلامي يعني خطر من دولة الكويت هي إنشئتها بالتقصير طيب دكتور متى يتساءل المواطن نعيش بسلام بعيدا عن هذه التهديدات العراقية التي تحصل كل فترة؟ ما الحل؟ لا حل أبدا أبدا إحنا مثل ما يقولون هذا الدين عليك أوكي بس أنت هذه الفوائد ما أنا بينا أخذها أنا بيك أنت بس تدفع هذه خدمة الدين فإحنا كل اللي نقوم فيه خدمة يعني إحنا نعيش مع الخطر سوف حقيقة نسوي سيرفيس يعني نخدم كأنك تخدم الدين الدين على راسك أنت تدفع الفوائد السنوية عليه بس وما يطلبون الدين عليك هذه الطامة الكبرى فهمتني فإحنا نفس الشيء أنا في الوضع ما دمت أنت دولة سقيرة مقدراتك الاقتصادية كبيرة وتقع في مركز استراتيجي بين ثلاث قوة إقليمية كبرى إيران والعراق والمملكة العربية السعودية ومجلس التعاون واليمن هذه الجهة الثالثة فأنت مقدر لك أن أنت تصير منطقة التشنج والشد والجذب بالإضافة إلى ذلك عدد سكان قليل وأغلبيته من غير الوافدين للأجانب حقيقة وليس العرب والمسلمين يعني فأنت عندك مشكلة كبيرة تكلم عن الدين دكتور رغم أن الدين يعني لنا وليس علينا وفق ما قدمت الكويت من أمور كثيرة خاصة لا لا نقصد إذا أنت مدين لا إذا أنت محالة الدين مع العراق لا طيب الإجراءات الحكومية المتخذة وأنت رجل تتكلم عن جانب أمني هل تعتقد أن الإجراءات والحماية الأمنية خاصة على الحدود كافية لردع مثل هذه التهديدات طبعا أنا أعرف إيش نسوينا إحنا في خور عبد الله في البروتوكول يعني طلب مني أقراه اللي إحنا بقينا نسويه هو في بروتوكول خور عبد الله إن إحنا نعلن للعراقيين إن هذا البروتوكول قام بناء على الخبرة المتراكمة على مدى عدة سنوات بين البحرية العراقية والبحرية الكويتية إن كلاهما يعرف حدوده ومن ثم وقع هذا البروتوكول ودور كل واحد هو في صيانة البروتوكول وصيانة العلامات العدودية بحيث كل واحد يعرف مكانه اللي نشوفه الآن إنه هناك أطراف سواء في الإدارة الحكومية في العراق أو بالقوى السياسية في العراق يعني هذا التشنج على مستوى البحري منذ أيام هو يعني أوامر أوامر جات والأوامر هذه رسمية فإذن يجب أن ناخذ بعين الاعتبار أنه مو بس ناس يتظاهرون وإنما هناك أطراف في الحكومة العراقية إذن إحنا كيف نتعام؟ أهم شيء بالنسبة لنا إحنا حاولنا أن تكون البروتوكول مقدمة المقدمة تتكلم عن السلام الذي يجب أن يعم بين البلدين والتنمية التي تكلمت عنها وستراتيجية دولة الكويت طرحت في المقدمة لهذا الشيء للأسف أن بعض الأطراف هنا في الحدود في لجنة الحدود ألقوا هذه المقدمة اللي كان موافق عليها فإذن إحنا ما قاعدين نعطي العراقيين مثل ما تقول أمل في علاقات مستقبلية كأننا نقول لكم هذا الحدود وبنبنيها الشيء بيننا وبينكم ما أقول إن هذا الحدود تبين ما هو حقي وما هو حقك ولكن لا توقفنا الحدود يعني هذه المفروض تكون لغتنا هذا من ناحية دبلوماسية فهذا أنا ما أخدي الشخصي على هذا وأعتبر أن هذا تقصير من دولة الكويت هذا غير حاصل الآن هذا غير حاصل إيه قلت لك ألقيت هذه المقدمة إذن ألقيت هذه المقدمة هذه المقدمة أنا شخصيا كتبتها يعني تطوعت فيها قلت الآن إحنا عندما نتكلم عن إنه والله العراقيين يعتقدون إنه هذه حدود وإنه هذه النهاية لأنك إذا أنت قلت تتكلم أنا وأنت نريد خور عبد الله للتنمية المشتركة لتنمية أجيالنا المشتركة فما هو الخطأ في إنه سفينة عراقية تجنع داخل ميانا ولا سفينة كويتية تجنع داخل مياههم نحن الفكر اللي موجود في لجنة الرئي الاستراتيجية بالديوان الأميري يتكلم عني نحن في يوم من الأيام ننشئ مدن داخل العراق عرفت؟ مدن للتنمية المشتركة لمصالحنا وليس فقط لمصالح الشعب العراقي ولمصالح الشعب الإيراني مدن تسمى مثلا مدينة الموانئ عرفت؟ يعني إحنا نبنيها وإحنا لنا جزء منها وهي تحت السيادة العراقية ولكن المصلحة فكا استثمار طبعا الاستثمار بالنسبة لنا ننقل تجارة يعني منه التاجر الكويتي اللي بيقولك أنا ما بي أنقل تجارة إلى بلد يحتاج كل أنواع البضايا كل شيء كل شيء الإيرانيين نفس الشيء تعمير العراق وإيران لم يتم فإذا نحن نتكلم عن مستقبل إلى الأمام قد لا نعيش حتى نراه ولكن عندما نتكلم عن مثلا بناء الكويت الجديد أو الكويت الآخر عرفت؟ هذا يحدث في عام 98 97 عرفت؟ اليوم بعد 20 عام نتكلم عنه في عزة فهمتني فقد نبذر اليوم بذور تنتج بعد 20 عام ولماذا 20 عام من عمر الشعوب ولا شيء نتمنى دكتور أيضا المحور القادم بعد ما تكلمنا عن العراق سوف يكون المحور القادم عن إيران سوف نتكلم عنه باستفادة قليلة لكن فاصل ونعود مشاهدين فاصل حياكم الله مجددا المشاهدين في لقاء الرأي دكتور أنت تقول وتعتقد بأن إيران دولة تستمد قوتها من السير عكس تير وذلك يشكل خطرا على دول المنطقة هل لا يعني ممكن أن تشرح لنا يعني ما هي أشكال هذا الخطر اللي ممكن يأتي من إيران وآلية الثورة يعني نظرية الثورة وتاريخ الثورة الثورة تقوم كثورة يعني لحقيقة هدم الأمر الواقع وبناء واقع جديد لا توجد ثورة لم تقوم لهذا السبب فإذا النظام اللي يأتي أراد أن يهدم نظام الشاه عندنا كانت الدلائل على أن هذا النظام نظام الثوري في إيران من عذو عام تسوسبين هدم منظومة الحكم اللي بناها الشاه الآن لعلمك فإن نظام الولي الفقه الولي الفقه ذات اليوم السيد علي خمني في يده سلطات أكبر من الشاه ولكن الشعب تحت هذا النظام تحت تأثير التعليم والتوعية الثورية وغيرها قابل بهذا الشيء قابل بهذا الشيء قابل بإدارة الاقتصاد على هذا المستوى قابل بإدارة السياسة على هذا المستوى لا نستطيع أن نقول غير قابل أن القوة المهددة لهذا النظام اللي هي موجودة داخل إيران ليست على درجة من القوة بحيث نعتقد أن هناك صلاح قادم فالنظام الثوري يظل دائما مهدد للأنظمة المحيطة به لماذا؟ لأن هناك حالة من الشك إما أن يهدمها أو تهدمه والدليل على ذلك بحسب النظرية الثورة فإن حرب صدام حسين على إيران في 22 سبتمبر أبلو 1980 بالنسبة لشخص مثلي يقول تحصيل حاصل سوف تقع أي يوم وقعت في ذلك التاريخ أو بعده وإنها تفشل وإن الذي يحدث أن الثورة حقيقة ليس فقط تتخندق وإنما تتسلح وتتنظم وتستطيع أن تصد المعتدي القارجي حدث في يونيو 1982 بعد سنتين ومن يونيو 1982 إلى 1988 كانت المعركة على الأرض العراقية يعني شبتها جزيرة مجنون وقيرها والشلام جاء وقيرها فإحنا الآن نتكلم الفاو فعندما نتكلم عن هذا النظام النظام هذا ولذلك واحد مثلي عندما تحدث مباحثات لليمن في دولة الكويت أقول أنهم وقير جادين أصلا عرفت؟ لماذا؟ لأن ما وسلتهم هي أن يصلوا إلى منظومة منظومة حكم مثل التي وصلت في لبنان وهي ما يسمى بالثلث المعطل يعني الأقلبية لا تحكم فإذا قلنا أن الأقلبية في اليمن هم على سبيل المثال من الزيدية المعتدلين أو من السنة عرفت؟ وليس المتشنجين كالحوثيين فإن هذه الأقلبية لن تستطيع أن تمارس الحكم بدون ما تأخذ رضا هذه نفس منظومة حزب الله داخل الحكومة اللبنانية فإذا هل يأتون إلى الكويت وتباحثون من أجل تغيير هدفهم؟ لا الهدف هو أنك تضع شوكة في خاصرة مجلس التعاون اللي هو في خاصرة المملكة العربية السعودية وقريبة من عمان والإمارات وتستثمر الوقت والقرار يعني ليس في المباحثات القرار في طهرات نعم ولذلك الطريقة الوحيدة هي في الثورات في حالات وجودك في أزمة معها هو أن تهزمها تهزمها إما بأن تهزمها هزمها عسكرية أو أن توصلها إلى قناعة بأنها لا تستطيع أن تقاتلك لأنها ليست لهذه القدرات أنا شخصيا أعتقد أن الإيرانيين يحاولون يهدون عبر زيادة الرئيس روحاني من أجل أنهم حتى يعني يستقوا مرة أخرى وهذه القوة التي ينشدونها قادمة من المقدرات الاقتصادية لإيران التي سوف خلال سنوات سوف يكون مفرجا عنها بالكامل ولكن حتى لو لم يفرج عنها فإنهم عندهم حقول مثل حقل جنوب بارس هذا أكبر حقول للقاس في تاريخ العالم ومن ثم إذا استطاعوا استقلال هذا الحقل سوف يحصلون على مقدرات اقتصادية كبيرة ومن ثم يكملون وهما الآن في نظري الشخصي وأنا ربما أعتبر من الصقور في مجلس التعاون هو أنهم يريدون فسحة من الوقت فقط ولا يريدون سلام في المنطقة الذي يريد السلام يجب أن يشجع كل المشروعات التنمية التي ننشدها معهم يجب أن يزيد من سن الخدمة الإلزامية يجب أن يقلل من مزاينية الدفاع هناك ما يسمى بخطوات بناء الثقة من يأتي ويقول نريد يزورنا ويقول إحنا والله هي مو سياسة تحب خشم لأننا لا نستطيع أن نركن إلى الكسل إحنا أصغر من إيران إيران تستطيع أن تفاجئنا ولكن إحنا إذا فاجئنا إيران بقدراتنا العسكرية هل نستطيع أن ندمي إيران؟ نستطيع أن ندمي ساحل إيران مثل ما زوز غدام ولكن فيما بعد هي حرب طويلة فالقدرة الاقتصادية للدولة هي ما يسمى بالوار ميكين كيبيبوليتي يعني معناها قدرة الدولة علشان الحرب لكن في المقابل دكتور حتى اللهجة الإيرانية اختلفت قليل يعني هناك الآن خاصة بعد زيارة روحاني يتحدثون الإيرانيين عن مبادع حسن الجوار والعلاقات وغيرها هذه كيف تنظر لها؟ أنا نظر لها بشك طبعا لأنني قلت لك أنا الآن اللي هو واحد يقول لي أنا لن أدخل في حرب معكم هناك أشياء يجب أول شيء يكون هناك تصريح على مستوى الأعلى بإيران بأن نحن ننشد السلام وليس التصريحات هنا وهناك هذا واحد الثاني هو إجراءات بناء الثقة يعني الآن نحن تحت مرمى صواريخ إيرانية لماذا؟ شنو اللي عندنا يعني؟ دور على سواحي القليج هل ترى قدرات صاروخية موجهة إلى إيران؟ لا تجد تجد ما في تهديد أسر ما في تهديد الناس ما يشي على يعني عايشة هم يهددوننا حتى بالماء عرفت؟ يعني يمنعون عننا الماء يريدون يمنعون الماء ويرمونا في الخليج فهناك خطوات بناء ثقة إذا ما يريدون أن يعملوها على المستوى العسكري يعملوها على المستوى الاقتصادي مثل مشاريع المياه عرفت؟ ينقلون الماء لنا كان أبطلوا المشروع مع قطر وأبطلوا المشروع معانا الآن عندما نتكلم عن أن 140 تقريبا من فوق 140 مثقف نشروا رسالة يموجهها إلى مجلس الشورى الإيراني يقول لهم أقفوا الصفقة مع الكويت اللي هو نقل المياه يعني إحنا شنو كنا راح ناخذ من إيران يورانيوم ناخذ ماء أبطني ناخذ ماء والمشاريع الاقتصادية الأساس فيها هي ربط المنافع ومن ثم لا أحد يهدد الآخر عندما نتكلم عن العراقيين نتكلم عن خور عبد الله ولا نقل الماء والكهرباء ولا الألياف الضوئية ولا أمور هذه عشان يكون عندك الاقتصاد مرتبطة ببعض ما دمنا نحن على هذا الاقتصاد الموجود عندنا وعندهم فالحرب من الممكن تأشد طيب هناك أيضا من يقول أن العلاقة بين إيران ودول الخليج شبه مستقرة إذا استثنينا علاقة إيران والسعودية لأنها تنعكس بطبيعة الحال على باقي دول الخليج هل هذا صحيح؟ إيران علاقتنا بإيران شبه مستقرة من منظور نحن لا نرد عليهم ولكن هم يستفزوننا كل يوم هذا واحد فهي مستقرة لأننا نريد لها الاستقرار يعني لماذا الإماراتيين لا يطالبون إما أن تتخلوا عن الجزر تنسعبوا من الجزر المحتلة أو لا هم يخلقون جزر جديدة ومناطق حدودية جديدة وهذا ما حدث قبل يوميا من أجل التفاوض عليه في المستقبل ويعطوا الإماراتيين الجزر الجديدة ويستبقون يعني هو نفس الإسلوم الإسرائيلي فهما ليسوا بأغبام الإسرائيليين الإسرائيليين والإيرانيين بنفس الدرجة والذكاء والأتراك فكل الدول الغير العربية في المنطقات يحاول أن تتذاكع علينا هذا واحد الجانب الثاني هو أن الإيرانيين الآن علاقتنا مستقرة لوجود الرادع الغربي هنا يعني دولة الكويت الآن كل اتفاقية أمينية موقعة مع العالم مع دولة هذه والدولة ديك والحلف هذا والحلف ديك الآن أصبحنا منطقة لمرور قوات الناتو وأصبحنا منطقة لتدريبات قوات الناتو هذا اللي يخلي العلاقة مستقرة مع إيران يعني إحنا نقوله بالكويت أبوي أبوي يعني شر شر بس على أمي فهمت؟ ما يقدر العالم ما يقدر العالم دكتور هذه القوة مثل ما تفضلت يجب أن تواجهها منظومة كاملة وليس الدولة واحدة مثل الكويت أو السعودية أو الإمارات وهذا يتجسد في منظومة مجلس التعاون الخليجي عندما يحكى عن مجلس التعاون الخليجي وعن هذا التعاون يتطلع يعني المواطن إلى اتحاد خليجي يكون هو الرادع أو هو صمام الأمان لكل هذه الأخطار أنت مع هذه الفكرة؟ طبعا نحن لازم نكون مجتمع واحد ووسائلنا كلها موحدة في مختلف المجالات أنا في عام 2012 قدمت تصوري لشنه مجلس التعاون اللي ما يسمى بالفدرالية اليوم قبل أن يكون هناك حديث الفدرالية وعام 2012 دعيت في السعودية علشان أتكلم عن الاتحاد الفدرالي فقلت لو نظرتم إلى هذه الخريطة ووحدنا كل هذه المنظومات وليس فقط الدفاعية لأصبحنا خلال عشر سنوات اللي هو عام 2012 قادرين على أن تحرك باتجاه الاتحاد ما المانع دكتور حتى الآن المانع يكمن في كل نظام خليجي يكمن في كل نظام خليجي لأنه بالصورة الحالية حقيقة فيه مصالح تتعلق بالنظام ذاته وتتعلق بالشعب ذاته يعني أنت الآن لما بتيت تقول والله الشعب الكويتي راح تشارك في الثروة مالتك هذه مزعها على مستوى المملكة العربية السعودية على سبيل بثان ولا تقول للقطريين ولا تقول لإماراتيين يقول لك لا المواطن ذاته فالمواطن يقول أنا أبي الاتحاد ليس صحيح مصلحته أنه يظل مواطن في دولة سقيرة يور يعني يجيله يعني مشكلة الاتحاد ليست بس سياسية أيضا شعبية طبعا هذا واحد الثالث هو طبعا شعبية مو منظورة اشتراك بالثورة بالثروة ولكن من منظور أن نحن والله ما يسمى بسقف الحريات إذن على الأقل نتكلم عن الاتفاقية الأمنية والدفاعية المشتركة لكن بعد فاصل الغصير مشاهدين فاصل ونحوط أهلا بكم مشاهدين من جديد دكتور تعثر الاتفاقية الأمنية والدفاعية المشتركة الخليجية هل هذا التعثر يعكس العلاقة الحقيقية بين دول مجلس تعاون الخليجي طبعا هو يعني انت وضعت صبعك على الخل يعني هي تبين عدم التجانس أكثر من التجانس يعني الاتفاقية الأمنية تحاول أن تطبق إجراءات على قوانين مختلفة يعني على سبيل المثال جرائم الرأي فلذلك أنا قلت أنه الاعتراض على الفدرالية الخليجية قد يكون اعتراضا شعبيا في جزء منه بسبب مساحة الحرية التي تمتع فيها الشعب الكويتي هو ينظر أنا ما أقول أن هذه حقيقة ولذلك أنا ما أخط المجتمعات الخليجية الأخرى وإنما أقول كل مجتمع يرى نفسه أنه عنده مساحة الحرية أكثر لا يريد التفريط فيها يعني لا يريد التفريط فيها فأشياء كثيرة لا يريد المواطنة الخليجية التفريط فيها وهي نظام حياتها نظام الحكم فيه وغير ذلك فأنا كنت في جلسة لأول مرة عقد مجلس الأمة في قضية مناقشة مناقشة خبراء للتفريط الخليجية وأنا من الأشخاص اللي يقول أنه مدام الإخوة الخليجيين مدامه قد قاموا بتمهيد العقبات الدستورية التي كانت ماثلة أمامنا عرفت وقالونا بالنهاية يعني حقيقة كتبونا الاتفاقية وهذا الذي قمنا بها فإحنا يجب أننا الآن مدام إحنا كتبنا الاتفاقية في الإطار الدستوري وقانوني الذي يخص دولة الكويت إذن يجب أن نقبل بها عرفت هذا اللي صار دكتور أنا عندي محور كامل لكن بسبب ضيق الوقت حقيقة بأسألك سؤال أخير وسريع عن العلاقة الكويتية خاصة مع الحكومة الجديدة والإدارة الأمريكية الجديدة كيف تقرحها؟ أولا طبعا أنا قلت من قبل عام أن السيد دونالد ترامب رح يصل إلى الحكوم وأن السياسة لن تتغير بالعكس ميزة وصول ترامب إلى الرئاسة هو أنه يخيف خصومنا يخيف إيران يخيف حزب الله يخيف القاعدة يخيف داعش لا يخيفنا؟ لا ما يخيفنا بالنسبة لي أنا ما يخيفنا وشوف تصريحاته الأخيرة دونالد ترامب يريد حقيقة نمو اقتصادي في قضية بناء البنية التعقيدة من وين يجد استثمارات نستطيع أن نستثمر؟ من وين يجد حقيقة مداخل جديدة للولايات المتحدة الأمريكية عبر صفقات السلاح معنا إذا يريد استراتيجية عسكرية في المنطقة فإن الآن الذين يتوقعون بدايات التصادم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يرونها في اليمن وأنا راها في اليمن وعلى مياه الخليج تحتاج الولايات المتحدة لمنظومة جديدة من التسلح من الذي سوف يدعم التطوير البحث والتطوير غيرنا فهناك مصالح مشتركة لا يمكن أن تعطي حرية لرئيس أمريكي بأنه يتخلى عن علاقات التحالف مع منطقتنا نعم هل تعتقد أن هناك حتى الآن خطوات إيجابية أو ملموسة من الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه الكويت ويعني دول التحالف طبعا هذا اللي يتم يتم ويتم كذلك بالنسبة حتى للجيران نسبة للمملكة الأردنية بالنسبة للعراق هناك توضيح للالتزام الولايات المتحدة بأمن العراق بأمن المملكة الأردنية الهاشمة بالمغرب بتركيا هؤلاء كلهم يعني دخلوا معنا في صبات عميق أثناء إدارة الرئيس أوباما التي وضعت الأجندة الداخلية على قمة أهدافها على حساب الأجندة الخارجية هذا الشخص عنده أجندتين عنده أجندة خارجية وداخلية والداخلية لا يمكن تدعم إلا بالتوسع الاقتصادي أحب أن أذكرك حقيقة أن الحروب والأزمات توسع الاقتصاد نعم دكتور حقيقة الحوار شيق ممتع طويل ومتشعب أيضا لكن بسبب ضيق الوقت لا يسعني لأن نشكرك الدكتور سامي الفرج رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لك شكرا لك مشاهدينا انتهى لقاء الرعي في أمان الله شكرا لك شكرا لك